اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند طبعا الملف الشائك اللي شاغل بال الرأي العام كله والناس بتتكلم فيه بشكل كبير جدا ملف كاس الأمم كاس العالم للأندية الأهل هيشارك بالدوليين المنتخب يلعب بالدوليين البطولة إيه اللي هيحصل فيها انبقى احنا طلعنا وتكلمنا حوالي عشر دقايق عن الأحداث والكواليس وإلي بيحصل في الملف ده واللي مش باين لكل الناس والتفاصيل اللي ما بين السطور وفي نقطة أنا مبارحك كلمتي في كذا نقطة لكن في نقطة بدأت بيها الحديث مبارح وقلت ان الأزمة الأكبر أو الكارت الأخير اللي ممكن يعمل بلبلة في الملف ده أو نشوف الحل هيبقى ازاي هو ملف اللعيب الأفارقة اللي بتلعب في الدوريات الأوروبية ازاي ممكن يكون لها تأثير على صناعة القرار في مسألة إقامة كاس الأمم الإفريقية من عدمها وبالفعل النهاردة الساعة تسعة ونص الصبح في خطاب أرسل من اتحاد الأندية الأوروبية إلى الاتحاد الإفريقية والاتحاد الدولي تم إعلانه لوسال الإعلام صباح اليوم هذا الخطاب مؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر يعني بالضبط بقاله خمسة ايام لكن النهاردة الصبح بعدما الأمين العام للاتحاد الإفريقية كان في زيارة للملعب الرئيسي ملعب الافتتاح والناس كلها شافت الافتتاح هيبقى ازاي والملعب جاهز ازاي النهاردة الخطاب ده تم تسريبه لوسال الإعلام الصبح عشان الناس تتفاجئ بالخطاب اللي قدامكم على الشاشة وهو طلب من اتحاد الأندية الأوروبية اللي بتطلب من الفيفا ومن الكاف انه هم يشوفوا الإجراءات الصحية المتعلقة بصفر اللاعبين الأفارقة اللي بلعبوا في الدوريات الأوروبية إلى الكاميرون وقالوا في سياق الحديث انه هناك نقص في الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالوقاية ضد فيروس كورونا ومتحور فيروس الجديد في العديد من الدول الإفريقية والخطاب أشار وهو طلب من اتحاد الأندية الأوروبية انه هناك نية لدى الاتحاد في عدم الإفراج عن اللاعبين الأفارقة وعلى مسؤولي كاف وفيفا اتخاذ قرار جزري في مواجهة هذا الوباء والذي ما كان ولا يزال انعكاسا منذ عدة أسابيع فقد أصبح أكثر بكثير من مجرد احتمال في الأيام الأخيرة وبالتالي فكرة صفر اللاعبين الأفارقة إلى البطولة هيكون من رابع المستحيلات إلا إذا هناك إجراءات تؤكد أن في حلول بالنسبة للحجر الصحي أو الدولة المنظمة هتتخذ إجراءات للحفاظ على صحة هؤلاء اللاعبين هذا الخطاب هو بقى اللي حرك المياه الراقضة للناس كان بقالها فترة بتسأل يا جماعة يا فين المشكلة ناس بتحول تقول إن الكاميرون مش جاهزة إحنا هنا الحمد لله كل وقت اللي كانت الكاميرون ما كانتش جاهزة كانت من شهرين لكن الكاميرون دلوقتي جاهزة وأنا تعمدت مبارح أقول إن الكاميرون بتحارب على صدافة البطولة والكاميرون بتحارب على فكرة إن هي جاهزة لصدافة البطولة لأن الناس عارفة إن في بعض التفاصيل أو بعض الأخبار اللي بتطلع عشان تثبت إن الكاميرون مش جاهزة فيكون مبرر لعدم إقامة كأس الأمم ولكن بعد ما تأكد للجميع بعد صور الأمس إن ملعب الافتتاح أصبح جاهز كان ضروري لاتحاد الأندية الأوروبية وبعض المسؤولين هم يسربوا هذا البيان وهذا الخطاب عشان يكون هو الكارت الأخير اللي يتلعب في ملف كأس الأمم طيب في التوقيت اللي طلع في البيان ده كان فيه بيان آخر صدر من الاتحاد الإفريقي بعدها بنص ساعة من خلال الكنغولي في رونين بومبا السكرتير العام للكاف بيعلم فيه إنه كان بالأمس في الملعب الرئيس الملعب الأوليمبي اللي صديف لقاء افتتاح بين الكاميرون وبركينا فاسو هذا اللقاء وهذا الملعب اللي موجود فيه العاصمة الكاميرونية يا ويندي هيكون جاهز ومش هيكون في أي مشاكل وقامكم على الشاشة هذا الخطاب وهذا البيان من الاتحاد الإفريقي بخصوص هذه الزيارة وهي زيارة لجنة التفتيشة المشكلة من فيفا وكاف للإطلاع على جهزية الملعب البيان بقى رد على بيان الاتحاد الأوروبي أو اتحاد الأندية الأوروبية قال إن البيان أشار في إيه قال هناك تكسيف للعمل بالنسبة لكاس الأمم ومع أقل من أربع أسابيع فيه تقدم موجود بشكل جير جدا على مدار الساعة خلال الفترة الحالية وقال كمان إن لجنة التنظيم المحلية وحكومة الكاميرون موجودة بالفعل في الموقع والناس بتشتغل 24 ساعة في 24 ساعة وقال إن هو عقد اجتماع السكرتير العامل الكاب بيقول إنه عقد اجتماع بالأمس مع وزير الرياضة الكاميروني البروفيسير مويل كومبي وأيضا عقد اجتماع مع وزير الصحة منودة ملاخي واتفقوا في النهاية على بعض الأمور الخاصة بالنهج الصحي وبروتوكول كوفيد 19 بالنسبة لكاس الأمم والاجتماع ما بين الكاف ووزارة الصحة خلال الفترة جاية وفيه تفاصيل اللي هيتم التوصل لها والإعلان عنها خلال الفترة اللي جاية وفي نفس الوقت أشار إنه فيه مضي قدم بالنسبة لإستعدادات البطولة وفيه أرضية مشترقة ما بين الطرفين عشان البطولة تكون جاهزة خلال الفترة اللي جاية وقال كمان إن المكتب الخاص بالبطولة في يويندي تم افتتاحه بشكل مؤكد وده عشان دمان خلق أفضل الظروف الممكنة للزائرين ونحن نعمل على العدد من الجوانب بما في ذلك دمان الحرقة بالنسبة للمنتخبات المشاركة اللي 24 والشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة والقادمين إلى الكاميرون قال كمان فيه التسهيلات الخاصة بأصول الفرق هتكون موجودة قال كمان عدد الوسائل الإعلامي اللي تم اعتمدها فيها هذه البطولة 2110 وسيلة إعلامية من 59 دولة إذا هو عايز يقول إن الكاميرون جاهزة والكاف في ظهر الكاميرون بالنسبة للمرحلة اللي جاية البيانة أنا شايفه طبيعي لأن الطبيعي إن الاتحاد الإفريكي يقف في ظهر الدولة المنظمة ويكون هو أكبر مؤيد لإقامة البطولة وإنه ما يسمحش لأي طرف خارجي يعرق الإمكانية استضافة الكاميرون لكاس الأمم أو حتى إذا اللعابة الأفارقة اللي بلعبوا في الدورات الأوروبية ما يجوش بسبب بورتوكول كورونا ما تتلعبش حتى بالمحليين لأن هنا بالنسبة لهم لو البطولة تلعبت بالمحليين أكنك لغتها لأن الخسار هنا هتكون كبيرة خدوا بالكوا خدوا بقى النهاردة البيانات كانت متسرعة وسريعة ورى بعضها بدأنا باتحاد أنديد أوروبا ثم بيان الأمين العام والسكرتير العام للاتحاد الإفريقي إلى أن أعلنت بعدها بحوالي ساعة شبكة سكاي سبورت بالتأكيد الشبكة الكبيرة التلفزيونية أن هي هتنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة بعد التعاقد الرسمي مع الاتحاد الإفريقي قدامكم على الشاشة أهو الخبر الرسمي والإعلان الرسمي من صفحة سكاي سبورت الرسمية اللي بتعلن فيه أنها حصلت على حقوق بس مباريات كأس الأمم الـ 52 مباراة كل المباريات هتزحى شبكة سكاي سبورت خلال الفترة اللي جاية طيب شبكة عالمية بتنقل المباراة أو هتنقل البطولة اتحاد الأندية الأوروبية بيقول لا مش هلعب البطولة أو مش عبعة اللعيبة لأن فيه قلق وفيه أمور خاصة بالبروتوكول الصحي مش واضح ولازم أحافظ على هؤلاء اللعبين هو بالتأكيد برضو عنده حق في الجزئية دي لأن دي لعيبة بالنسبة لهم صروة بالتأكيد وميزانيات وأرقام كبيرة بالنسبة للأندية الأوروبية والكاميرون جهزة طيب هي في النهاية القرار هيكون عندي مين القرار هيكون عندي جياني إنفنتينو خلال الفترة اللي جاية ولكن تذكروا مباريح قلت أن الفترة اللي جاية هيكون فيه اجتماعات ولكن بعد كأس فيفا للعرب النهاردة بنتكلم في الأربع البطولة تخلص يوم السبت ابتداء من يوم السبت انتظروا بقى الجيب اللي جاي فيه مطش جاي مطش كبير قوي ومطش هيبين لك مستقبل القرى الإفريقية اللي جاية ممكن تطلع الاتحاد الإفريقي من المعادلة ليه؟ لأن هنا هيكون الكاميرون ممثلة في صامو القتو مش بتكلم بقى على صامو القتو النجم الكاميروني أو نجم الكرى الإفريقية لا ده أصبح حاليا هو نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس الأمم ورئيس الاتحاد الكاميروني هيكون فيه اتصالات مباشرة وفيه اجتماعات مباشرة مع باترس موتسيب رئيس الكاف ولكن في الأساس مع جياني انفنتينو اللي بالتأكيد أصبح معنى بالموضوع بعد ما ربطت أو اتحاد الأندية الأوروبية حط الاتحاد الدولي في الخطاب المرسل إلى الاتحاد الإفريقي خدوا بالكو المفروض الملف ده ما بين اتحاد الأندية الأوروبية مع الاتحاد الإفريقي لكن طبعا طبعا ما الاتحاد الدولي اتحط طرف في القضية فيكون جياني انفنتينو هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة هل سينتصر سامول إدتو خلال الفترة اللي جاية ويثبت أنه قادر على حماية مصالح الكرة الأفريقية في الظل أنه فيه كلام كتير جدا من القرى الأوروبية أن البطولة دي لو تلعبت على أقل تقدير ما يكونش فيها اللعيبة الأفارقة اللي بيلعبوا في الدورات الأوروبية ده اللي هيباني الفترة اللي جاية يعني بمعنى صح يا البطولة تتلعب يا تتلغي لأن هي لو تلعبت بالمحليين اعتبروها كده مني زي ما بقول لكم هي تلغت لأن هيبقى الخسارة المادية كبيرة جدا في ظل شبكات وقنوات عالمية أعلنت أن هي هتزيع البطولة ودفعت أرقام بناء على أن البطولة دي فيها لعيبة مصنفة رقم واحد على مستوى العالم ساد يومانيم حمد صلاح رياض ده محرس حكيم زياش لعيبة على أعلى مستوى فبالتالي الملعبة دي تغيب طبعا القيمة التسويقية للبطولة بتقل ده هيبان بقى خلال الساعات اللي جاية وابتداء من الاسبوع الجاي اتفرجوا بقى على المطش ده لأن ده الكارت الأخير اللي هيوضح المسألة الملف ده تأثيره على مطشات الأهل في كأس العالم بناء على القرار اللي هيتاخد في بطولة كأس الأمم وده اللي كان الناس بتسأل عليه هو ايه اللي ليس كل ما يعرف يقال النهاردة الترجمة الصورة والناس عرفت ايه اللي بيحصل في الكواليس طيب سريعا قبل ما اطلع لفاصل بالأمس كان فيه برضو تسريب مش هقول قرار رسمي لنخدوا بالكو مبارح كان فيه إعلان ليه حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية ومن الحكام اللي هيجيره مباراة البطولة وخدوا بالكو رغم من الأسامي اللي تم إعلانها دي الحكام أصلا لغاية اللحظة بكلمكم فيها ما تلقتش أي إيمين رسمي إن هي هتحكم في البطولة أو هتسافر إمتى إلى الكاميرون فبالتالي هو مش بيان رسمي ولا اختار رسمي للحكام ولكنه تسريب إن دي الحكام اللي هتحكم مباريات كأس الأمم يهمنا إن من مصر فيه أمين عمر ومحمود البنة حكام ساحة محمود عشور حكم فار حكم فيديو في غرفة تقنية الفيديو قدامكم على الشاشة هو دي القايمة الخاصة بالحكام وهيكون فيه مساعدة تقنية الفيديو محمود أبو الرجال وأيضا كمان أحمد حسام طه دولا هيكونوا موجودين في كأس الأمم الإفريقية العدد الأكبر للبطولة دي للحكام المغربة ردوان جيد حكم ساحة وفيه 8 أو 7 حكام في تقنية الفيديو ما بين حكام مساعدين في الملعب وحكام في غرفة التقنية من ضمنهم حكامات في بشرة وفيه فتيحة المغربية دول موجودين في تقنية الفيديو من المغرب سبعة مساعدين في هذه البطولة مصر فيها خمسة ويق الجزائر مصطفى غربية الحكم ساحة وفيه غرفة التقنية هيكون مهدي عبيد عموما دي القايمة الخاصة بالحكام الأفرقى ودي كل التفاصيل الخاصة بكأس الأمم وكأس العالم وموقف الأهل الفترة الجاية هيتحدد بناء على كل هذه القرارات وزا ما قلتلكم الأهل دخل طرف في هذا الموضوع وليس له أي علاقة بكل هذه الأحداث لكن ننتظر النتيجة وإن شاء الله النتيجة هتكون في صالح الأهل ومشاركته المميزة في كأس العالم للأندية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف بقى إزاي الأهل النهاردة كان بيستعد للسوبر وعمل إيه في المباراة الودية مسموحة لانتهت منذ قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر